هي الحرب الأشد قسوة على كل من حاول نقل الحقيقة وأعلاء صوت الحق الحرب على غزة حرب ضد الإنسانية طالت الجميع من عمال إغاثة لجنود كلمة بحسب المنظمات الدولية والأممية فإن حرب غزة طالت أكبر عدد من الصحفيين والمراسلين أكثر من 60 منظمة دولية تدافع عن الصحافة طالبت من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة الذي وقع مع إسرائيل جراء انتهاكاتها لحرية الإعلام واستشهاد صحفيين برصاص الاحتلال بصورة غير مسبوقة منذ بدء الحرب على غزة ولافتت المنظمات لا سيما لجنة حماية الصحفيين مرسلون بلا حدود الاتحاد الأوروبي للصحافة إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن مين نتنياهو اتخذت منذ اندلاع الحرب سلسلة من التدابير للحد من حرية الإعلام أدت عمليا إلى فرض نظام رقابة وطلبت المنظمات من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومفاوض التجارة تعليق اتفاق الشراكة الذي يتناول بصورة خاصة المبادلات التجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين عن انتهكات حقوق الإنسان وذكرت المنظمات في رسالة لها أن أكثر من مئة صحفي فلسطينية استشهدوا في الحرب ما يجعلها الفترة الأكثر فتكا بالصحافة منذ عقود وأشارت المنظمات إلى منع الصحفيين الأجانب عمليا من دخول قطاع غزة وإلى الاعتقالات العشوائية للعاملين في مجال الإعلام وشددت تلك المنظمات على أن المفعولة المتراكمة لهذه التجاوزات يولد الظروف لفراغ إعلامي ويفسح المجال كذلك للدعايات الكاذبة والتضليل الإعلامي ويقلل من فرص الوصول إلى الحقيقة وطالبت المنظمات بالحفاظ على حرية وسائل الإعلام وأحماية حياة الصحفيين ووضع حد للإفلات من العقاب مع اقتراب اجتماع لوزراء خارجية الدول الاتحاد الأوروبية نهاية الشهر الجاري في بروكسي شكرا